خبر آخر يختص كرة اليد ولكن هنا بنتكلم على الناشئات لو تفتيكوا في شهر فبراير اللي فات ناشئات كرة اليد تحت 18 سنة فوزنا ببطولة أفريقيا في غينيا وتأهلنا لكأس العالم الأرعة عملت بتاعة كأس العالم ومصر تجاور كرواتيا والهند وكزاخستان بمنديال ناشئات اليد تحت 18 سنة أرعة البطولة لفريق 18 سنة للناشئات موليد 2004 عملت منذ أيام وأصفرت عن وقوة منتخبنا ومنتخبنا الوطني طبعا في المجموعة الرابعة كرواتيا كزاخستان الهند طبعا بالإضافة إلى مصر على بطولة المفروضة تلافي مقدونيا الشمالية في الفترة من 30 يوليو لحد 10 أغسطس بإذن الله وجات بقى المجموعات كالآتي المجموعة الأولى منتجرو السويد وجزائر وأسلندا المجموعة الثانية إيران مقدونيا الشمالية أسباكستان السنغال المجموعة الثالثة الدنماركي البرتغالي النمسا جذر فارو المجموعة الرابعة مجموعتنا المجموعة المنتخب المجموعة الخامسة رومانيا هولندا غينيا سولفينيا المجموعة السادسة ألمانيا سويسرا سولفاكيا كورواتيا أو كوريا المجموعة السابعة نرويج جمهورية الشيك البرازيل أوروغوي المجموعة التمنى المجر فرنسا الأرجنتين أسبانيا إذن تمن مجموعات فيه أربعة باثنين وثلاثين فريق وده عرص كبير لكرة اليد للنشآت نتمنى إن شاء الله يعدوا أداء كويس وتبقى نواة لمنتخب مصر الكبير للسيدات منتخبنا كانت أهل زي مولتر حضراتكم بعد ما فاس فبراير اللي فات 26 فبالي 6 مارس كانت عملت وجانية كل التوفيق لمنتخبنا وإن شاء الله نتابع أخبارهم فور انطلاق البطولة بإذن الله كده يكون خلصت أخبارنا